السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي طلاب التخصصات المعمرية في كل مكان أسعد دائما باللقاء بكم في لقاء جديد مع ترس جديد ومادة جديدة من دروسنا المعمرية المليئة بالعديد من المواد والمتنوعة في الشكل والمضمون مع برنامج مدرسة على الهوى ولم نلتقي به إن شاء الله مع حضراتكم في قناتنا الجميلة قناة التعليم الفني أو مصر التعليم الفني ومع فريق الإعداد الجميل اللي كله بيشتغل أو الجميع بيعمل علشان نوصل بحضراتكم إن شاء الله بأمر الله إلى بر الأمان والنجاح والتفوق إن شاء الله بإذن الله هنتكلم مع بعض عن مادة المساحة لطلاب التخصصات المعمرية بشكل عام وطبعا هنتكلم عن جزء خاص بأعمال المساحة وأولى حلقتنا في مادة المساحة واللي بنوجيها طبعا لطلاب الصف الثاني تخصات المعمرية هنتكلم الأول في البداية يعني إيه مساحة بتشتغل إزاي باستخدمها في إيه بوظفها في إيه طيب بعد كده هي مهمتها إيه كمان غير كده بعد هنتكلم عن جزئية مهمة جدا ويعني زي ما قلنا باستخدمها في حياتنا اليومية ولكن بدون ما ندري أو ما نعرفش إنه هو ده المصطلح العلمي اللي بنتكلم عليه واللي هو هيكون عبارة عن الخرائط المساحية وإزاي أنا باستخدمها وأنواعها وكمان أقدر أوظفها إزاي في حياتي اليومية أو باستخدمها في إيه أو بينتج عنها إيه لأن طبعا الجزء ده جزء مهم جدا في الجانب أو على الشقين الشق العملي والشق النظري الشق النظري اللي حضرتك مطالب به لك أنت تجاوب عليه في الأعمال أو في المادة الدراسية وأعمال الامتحانات أما الشق العملي كلام ده بتشوفه كل يوم أو بتمرسه في حياتك اليومية ولكن طبعا من غير ما تدري أنه هو ده المصطلح العلمي اللي بتتعامل معاه من أنواع زي أنواع الخرائط المساحية واللي إن شاء الله بإذن الله تعالى هنتكلم فيها مع بعض في الحلقة بتاعتنا النهاردة عاوزين بقى نحضر ورقة وألم ونكتب مع بعض العناصر ونمشي مع بعض جزء بجزء بشكل مبسط عشان نقدر نوصل مع بعض في النهاية للهدف اللي احنا بنرجوه إن شاء الله نقدر نوصل معاكم لمرحلة الفهم قبل مرحلة الحفظ لأن طبعا لو أنت فاهم هتقدر تعبر عنك الكلام ده من مدى فهمك للموضوع ومش بس أنك أنت تحفظ وخلاص لا إحنا محتاجين المستوى يكون أعلى من كده إن شاء الله هنحقق الكلام ده مع بعض بإذن الله تعالى ونبدأ النهاردة أولى حلقاتنا في مادة المساحة اللي طلاب الصف الثاني تخصصات إيه؟ تخصصات طبعا المعمارية نشوف مع بعض كده أولى الشريح بتاعتنا عشان نبدأ نشتغل ونعرف يعني إيه علم المساحة اللي احنا بصدد شرحه أو المادة اللي احنا بنشتغل فيه هنا بتكلم عن علم المساحة فبيقول هي علم أو هو علم وفن يبحث في الطرق المختلفة لقياس الأبعاد اللازمة لرسم إيه؟ لرسم الخرائط يبقى هنا الهدف الرئيسي من علم المساحة ومادة المساحة نية تبحث في الطرق أو إيجاد طرق مختلفة لقياس الأبعاد الأبعاد دي هستخدمها في إيه؟ في رسم الخرائط طيب يبقى أنت كده يا مستر بتدخلنا بعد كده في أو عاوز تتكلم عن أنواع الخرائط وهي هنتكلم عن الخرائط ولكن في البداية كسؤال أذكر أو عرف ما هو المقصود بعلم إيه؟ علم المساحة فأنا بقوله وعلم وفن مهمته أو وظيفته أو بيبحث في الطرق المختلفة لقياس حاجة ما بحتاجها بعد كده في إتمام عملية المساحة وهي لقياس الأبعاد اللازمة لرسم إيه؟ لرسم الخرائط طيب أغراض بقى علم المساحة أنا بستخدم علم المساحة ده في إيه؟ رقم واحد تعيين حدود الملكيات وحساب مسطحها وتقسيمها يبقى أنت لو جيت في مشكلة ما بين اتنين من الجيران اللي بيفصل ما بين الجار والجار في حدود ملكيات اتنين أو قطعتين من الأرض اختلف الجارين على طول وعرض القطعة أو مساحة كل منهم من القطعة بتاعته أو بيقول أن أنا القطعة دي بتاعتي اللي بيفصل ما بين الاتنين لإيه؟ المساحة طيب المساحة دي عن طريق إيه؟ عن طريق خرائط زي ما هنشوف كمان شوي يبقى أنا أهم استخدام من استخدامات أو أغراض علم المساحة عشان ما تقولش أنا بدرس المادة لإيه؟ لأن أول وظيفة هتستخدمها الفصل في الحدود والإيه؟ والملكيات من هل جاء لين؟ عشان يفصل ويقول أن القطعة الأرض دي طولها كذا وعرضها كذا إذن مساحة طولها في عرضها مساحة مثلا فدان فدان ده بيتبع فلان والقطعة الأخرى أو المساحة الأخرى طولها كذا وعرضها كذا وبالتالي بتتبع الجار فلان التاني يبقى أنا كده هنا بتستخدم زي قاضي أو فاصل أو حاكم ما بين لتعيين أو لتعيين الحدود والملكيات ما بين الأشخاص المتنزعة بعضها البعض طيب نقطة تانية بيقول تعيين مواقع الأعمال الهندسية المراد إنشاؤها كالطرق والسكك الحديدية ومشروعات الري والصرف والمباني إلى آخره تعيين يعني تحديد بتحدد مواقع الأعمال الهندسية أنا لما أجي هنشئ مكان مثلا وليكن عمارة أو برج أو مشروع سكني أنا محتاج المساحة لأن المساحة يحدد القطعة الأرض طولها وعرضها اللي المهندس اللي هو المصمم أو المكتب الاستشاري بعت التصميم بتاعها فبيقول أنا والله أنا عندي قطعة أرض وليكن مساحيتها مثلا 500 متر موجودة فين؟ موجودة في المكان الفلاني تقاطع الشارع كذا مع كذا أو في المجورة الفلانية من بقى اللي بيروح أول حاجة خالص مقطة البداية في أي مشروع هو المساح المساح ده هو اللي بيفصل في البداية وهو اللي بيحط حجر الأساس لأي مشروع إزاي يا مستر؟ طبعا لأن هنا بيجي لي الرسم أو بيجي لك اللي من الرسم في المشروع عبارة عن لوحة أو زي ما بنسميها كلا برة بيسموها يعني الاسم الدرج بتاع الخريطة أو التصميم أو التفصيلة بتاعت المبنى أو المشروع بتاعه بيجي كورق موجود معاك طيب هو القطعة دي موجودة فين؟ موجودة في قطعة أرض القطعة الأرض دي وليكن مثلا فيه مكان المكان ده مكان كبير فيه بعض الجيران أو المناطق مخصصة لأصحابها أو ملكها طب الجزء ده هيتبني في وسط المنطقة دي طب مين هيحدد لي بقى؟ مين هيفصل أن قطعة الأرض اللي انت جايبها دي اللي مسحيتها مثلا خمسمائة ستمائة متر مربع دي عاوز أنشئ فيها مشروع مشروع عن داسي يبقى المساح بيجي بيفصل بناء على خريطة زي ما نشوف كمان شوية خريطة دي بتقول أن محمد له مثلا هنا ميتين متر طولهم كذا وعرضهم كذا أحمد له ربعمائة متر طولهم كذا وعرضهم كذا فلان اللي هو المكان بتاع المشروع أو المالك صاحب الأرض للمشروع له مساحة مثلا ستمائة متر بتبدأ من نقطة ألف اللي هي مثلا مجاورة محمد أو جار له اللي هو محمد والمجاورة التاني المسافة ما بين طول القطعة على الشارع في الشارع مثلا موجود طول القطعة وليكن عشرين متر وعرضها أو عمقها كذا تلاتين متر يبقى المساحة ستمائة متر بيضرب الطول في العرض وبيحدد الجار بتاعها جرانها الأربعة والاتجاهات شرق غرب جنوب شمال أيا كان الاتجاه ويبدأ يحدد بناء على الخريطة اللي موجودة معاه نقل الكلام اللي موجود على ورق لكلام موجود على الأرض مين ده اللي حول الكلام اللي موجود على الورق اللي هو عبارة عن خريطة تفصيلة موجودة نقل حدودها وملكياتها من الورق لجزء موجود فين على الأرض طبعا الكلام ده تم عن طريق المساح يبقى المساح هو بداية أو نقطة أو شرارة البداية في كل مشروع يبقى بيحدد أو بيعين حدود المواقع الهندسية أو زي الطرق مثلا لما يكون عنده هينشئ طريق وهينزع الطريق ده من مجموعة ملاك أو طريق عام منفعة عامة والمنفعة العامة دي طريق الطريق ده المفروض انه هو هيوصل لمشروع المشروع ده مشروع عام وبالتالي هيتم عملية رص طب لما يجي ينزع بقى الكلام ده لان فيه ناس اعتدت على الملك العام ده او على الطريق الممر العام ده اللي هيوصل للمصلحة الحكومية اللي احنا عوزين نوصل لها الطريق المساح لان بيجي المساح بعد كده بيحدد لكل واحد قطعة الأرض بتاعته أصل القطعة اللي موجود في الخريطة كان كام طولها كام وعمقها كام وبالتالي بيسيب حرم الطريق من الجنب ده وحرم الطريق بينزعه بقى ما بيسيبوش طبعا بينزعه من المعتدى عليه بيحدد العرض من الجهة دي والعرض من الجهة ده مع طول الطريق ويبدأ كده يبقى كمان استخدمت المساح أو وظفت المساحة في رجوع حق أو مكتسب أو حق أصيل للدولة لإنشاء مصلحة عامة الكلام ده طبعا عن طريق مين؟ عن طريق المساح كمان برضو نوع مشروعات الهندسية أو المشروعات زي شق الطرع والمساح والمصارف طبعا ميجي هينشئ طرع مروأ مائي برضو لازم بيحدد بيكون معاه الخريطة اللي بتقول أن الطرع دي عرضها كزا وعنقايا كزا بتبدأ من النقطة ألف تنتهي مثلا إلى النقطة جيم اللي هي وليكن مثلا اتنين كيلو طول الطرع أو المصرف ده إذن بالتالي هو محتاج هنا اللي هو المساح اللي هينزع الملكية ويبدأ يرجع الحدود أو الحق ده أو يشق الطريق ده في المصرف ده أو الترع دي وسط المنطقة اللي موجودة وبالتالي بيكون هو حكم عدل بيقول أن ده القطعة دي لفلان والقطعة دي لفلان بتبدأ طولها كزا وعمقها كزا ومن الجنب الآخر القطعة دي لفلان طولها كزا على المجرى المائي وعمقها كزا لتحت وبالتالي بيحدد كل كل الحدود من الاتجاهين يبقى رجعنا تالي لنقطة الصفر والتأكيد اللي هي بنقول أن المساح ده من أهم أعماله وأنه هو نقطة البداية في كل المشروعات سواء بها كانت مشروعات هندسية أو ماماني أو طرع أو مصارف أي أن كان نوع المشروع اللي بيتم بتكون نقطة البداية فيه اللي هي المساح طيب ساكمل مع بعض كده أغراض الأغراض هنا بيقول لي عمل الميزانية لقطعة أرض لإيجاد مقدار ارتفاع وانخفاض النقط المختلفة المكونة لسطحها يبقى أنا هنا بستخدم علم المساحة في عمل ميزانية الميزانية دي لمين؟ لقطعة أرض طيب أنا لما أعمل ميزانية لقطعة أرض بقى أوجد فيها إيه؟ مقدار الارتفاع أو الانخفاض للنقطة المختلفة المكونة لسطح الأرض طيب نوضح الكلام ده بالورقة والألم عشان نشوف أنا بعمل الميزانية دي إزاي أو الجزئية دي إزاي وإيه نقاط الارتفاع وإيه نقاط الانخفاض هنقول إن أنا وليكن عندي قطعة أرض أو طريق بالشكل ده الطريق ده أهو فيه نقاط ارتفاع ونقاط انخفاض يعني الجزء ده كده مع بعضه لو فيه منزور هيكون طبعا ده مقتة منخفضة طب الجزء ده مقتة مرتفعة طب النقطة دي مرتفعة طب النقطة دي منخفضة إذا من الطريق ده عبارة عن طريق أرض طبيعية يبقى ده كده أرض طبيعية الأرض الطبيعية دي محتاج إن أنا أعمل فيها إيه؟ محتاج أعمل لها ميزانية طب الميزانية يعني إيه؟ ميزانية عشان أحدد نقاط الارتفاع اللي موجودة وليكن مثلا زي ده كده اهو كده دي كلها حنسميها ومجازن كده نقاط ارتفاع يبدا كده نقاط ارتفاع وعند نقاط انخفاض زي كده موجودة اهي اهي نتاكده انخفاض طيب الكلام ده بتحدد عن طريق ايه عن طريق حاجة اسمها ميزانية ودايما بستخدم ليه الميزانية وطبعا كلام ده هنشوفه في سنة تلاتة ان شاء الله زي الميزانية الطولية او الميزانية الشبكية واللي تبدأ تحدد لنقاط الارتفاع ونقاط الانخفاض. طيب لما انا حدد نقاط الارتفاع والانخفاض الكلام ده هينتج عنه ايه? هينتج عنه خلينا نتفق انها هيكون فيه بعض النقاط في دي احتاج ان انا ازيل منها تراب زي كده. مثلا نقاط مرتفعة اهي هشيل منه. وبعض نقاط اهو لو بصينا كده مثلا لو ده المستوى اللي انا هسوي عليه او المطلوب اللي انا سوي عليه. وبعض نقاط هحتاج فيها. يعني ده نقاط هحتاج فيها ردم نقاط ردم يبقى انا محتاج اجيب ردم من برة اسوي الجزء ده عشان اقدر اوصل في النهاية ليه ده لو هنسميه كده اهو كل حاجة عليها خط نقول منسوب منسوب التسويق افرض ان انا عاوز اسوي الطريق ده كله على النقطة دي يبقى انا عندي شوف بص حاجات كده هتكون اهيه اقل من المنسوب محتاجة ردم صح? وعندي حاجات هتبقى اعلى من المنسوب محتاج ان انا ايه ازيل منها يبقى في نقاط هشيل منها وفي نقاط هحط فيها اه ده خلي بالك هيعتمد عليه او هينتج عنه اه اه يعني محتاج دقة عالية جدا في اجراء عملية اللي ايه? اجراء العملية الميزانية دي للطريق او للشكل اللي موجود قدامي ده طب ليه? لان لو في هنا شغل غلط او تمت العملية بطريقة خطأ في عملية حساب الارتفاع او الانخفاض بالتالي التكلفة عندي هتزيد. ليه هتزيد? لان انا هشيل طبعا من ارض ما كانش المفروضة اشيل منها جزء عالي مثلا انا قلت ان هو عالي. وحطت في جزء منخفض الجزء ده ممكن ربما يكونش منخفض. يبقى اذا هنا لازم اكون مطقن جيد للموضوع. طب الموضوع ده من اللي هيقوم به? اه اللي هو الايه? علم المساحة. من اللي هيقوم بعلم المساحة ده وهينفز اللي هو المساحة. انا كده عرفت زي ما الشريح بتاعتنا نرجع لها تاني بتقول ان هو بتستخدم في عمل الميزانية لقطعة ارض ليه? لاجاد مقدار ارتفاع او انخفاض النقطة المختلفة المكونة لسطح الارض ما انا لو عرفت النقطة دي مرتفعة قد ايه عن المنسوب التسوية اللي انا محتاجه يبقى انا كده حددت انا هشيل قد ايه طيب ولو حددت النقطة دي منخفضة قد ايه عن منسوب التسوية اللي انا محتاجه يبقى انا حددت برضو انا محتاج رجم اديه كمية رجم اديه عشان اردم في المنسوب بتاعه او المقطة دي عشان اوصل لمنسوب التسوية اللي انا محتاجه يبقى ده كمان غرض من اغراض الايه اغراض المساح هنتكلم بقى عن الجزء المهم واللي هو اساس لعملية المساحة واللي بتستخدمه المساحة او انشاءة المساحة من اجل ما احنا اتفقنا ان المساحة عبارة عن ايه عن علم وفن بيبحث في ايجاد الطرق المختلفة لاجاد ابعاد او مقياس رسم مناسب لرسم مين الخرائط المساحية زي ما هو واضح امن حضراتكم كده على الشاشة طيب الخرائط المساحية هي ايه الخريطة هي بيان للمسقط الافقي لقطعة ارض او لقطعة من الارض بما تحتويه من معالم طبيعية كالجبال والانهار والبحيرات يعني شكل قطعة ارضية بطبيعتها زي ما هي موجود فيها ومعالم صناعية كالمباني والترع وبنسبة مصغرة سابتة بتسمى مقياس رسم ليه يبقى الخريطة المساحية عبارة عن بيان لو نفتكر كده زي الخريطة اللي كنا بناخدها في المرحلة الاعدادية خريطة مصري مثلا وخريطة الدلتة او اين كانت كانت عبارة عن مسقط افقي بتبين ليه المجرى ماي او المناطق حوالين المجرى مثلا زي نهر النيل يبقى ده بيان افقي مسقط افقي يعني ببص على الشكل من فوق فبشوف طبعا ايه طول وعرض ما بشوفش البعد التالت اللي هو الارتفاعات يبقى الخريطة بيان للمسقط لقطعة من الارض بما تحتويه بقى من معالم طبيعية وصماعية طبعا ممكن تكون المعالم الطبيعية ده بحار انهار اه جبال ايا كان بحيرات ايا كان وكمان عندي معالم صناعية ممكن تكون زي مباني شركات مصانع طرق ايا كان ايه المعالم الصناعية اللي موجود عفوا وترسم بيقول لي ان الخريطة دي بترسم بنسبة مصغرة سابتة النسبة دي بتكون سابتة بتسمى مقاس رسم الخريطة يبقى انا برسم الكلام ده كله اللي هو قطعة الارض دي او بيان لمسقط لفق القطعة الارض ده بمقاس رسم بحاجة بطريقة معينة بنسميها مقاس رسم اللي ايه رسم الخريطة عشان اقدر احول المساحة الكبيرة او دي ليه ورقة موجودة على ورقة اقدر اعرف المأسات طولها ويعرضها منها تكلم هنا عن انواع الخرائط المساحية وده جزء مهم جدا عشان نكون عارفينه لانه بيجي لك في الامتحان ودايما هتلاقيه اذكر انواع الخرائط المساحية او تنقسم الخرائط المساحية الى نقط ونقطه عندي نوعين اساسيين لا يزم يكون عارفنهم ودول سابتين لان كل واحد من دول هيطلع منه او هشتق منه مجموعة من الخرائط النوع الاولاني حاجة اسمها الخرائط المساحية ال جيو دي سي يبقى اسمها ايه خريطة جيو دي سي خريطة مساحية جيو دي سي الخريطة الثانية الخرائط المساحية المستوية يبقى أنا كده أنواع الخرائط المساحية اتنين ده الأساس خريطة مساحية جيو دي سي وخريطة مساحية مستوية تمام أنواع الخرائط المساحية يبدأ يتناول بقى الخرائط المساحية ويتكلم عنها أنواع الخرائط المساحية أو تعرفها الأول فبيقول الخرائط المساحية الجيو دي سي تعمل للمسطحات الكبيرة كالقرات والدول مع الاخص خلي بالك بقى هنا في الاعتبار كروية الارض وتكون ذات مقاس رسم ايه صغير اه هنا بقى تكلم عن القرات المسيحية الجيودسية بتستخدم للدول والايه والقرات يبقى انا لما تيجي كده زمان لما كنا بنشوف مثلا الاطلس اللي بيوضح كل صفحة كده زمان بنشوف فيها تلاقي كل صفحة فيها دولة من الدول او قرة من القرات القرة دي ازاي هو جمع الكلام ده كله في ورقة واحدة وتقدر تشوف منها المساحة الكاملة للقرة او للمدينة او للدولة دي ده طبعا اترسمت عن طريق او الخريطة اللي قدامك دي كان اسمها خريطة ايه تطبعا كنت تفرج عليها وبتشوفها وبتقراها ده اللي انا كنت بتكلم عليه في بداية الحلقة انك انت بتشوف الحاجات دي وبتمارسها تقريبا بشكل يومي وبتشوفه لكن ما تعرفش المصطلح العلمي بتاعه وبأنت هنا استخدمت او هو استخدم نوع من الخرائط اسمه خراية الايه الجيوديسية بيقولك ان هي بتستخدم للمدن لرسم المدن والقارات والمساحات الكبيرة مع اه اه مال ولا اعتبار لا اعتبار كروية مع الاخذ في الاعتبار كروية الارض ما تنساش ان هو بيتكلم عن ايه عن خريطة مساحية او مصقة افق لقارة او دولة من الدول يبقى مساحة كبيرة جدا اذا الميل بتاع كروية الارض مع المساحة الكبيرة اللي موجودة هيفرق معاك طبعا هيفرق لو ميل في كل دولة بس هنقول مثلا نص نتر مثلا مع طول الدولة او مساحة الدولة كلها شوف بانت عندك كم دولة في كم في القارة بانت كده بتتكلم على ارتفاع كبير جدا موجود لازم ياخذوا الاعتبار كروية الايه كروية الارض القوس اللي هو هيكون موجود فيه واللي بتقع فيه ايه الدولة او الكارة اللي بنتكلم عليها يبقى كل جزء من ده موجود بعمل حساب كروية الارض فيه ليه طبعا ليه كبر المساحة اللي الخريطة بتوضحها واللي بتستخدمها واللي بنستخدم فيها الخريطة الديوديسية مع اعتبار بترسم ليه قالي بالك تاني للمدن والقارات والمساحات الكبيرة مع الاخذ في الاعتبار كروية الارض الجزئية التالتة المهمة مع التعريف كده لو قسمناها شباب هنقسموا على تلت اجزاء ترسم ليه للمدن والقارات بتستخدم في ايه بتستخدم في القارات والدول طب بترسم بمقاس رسم ايه بمقاس رسم كبير زي اه اسف مقاس رسم صغير صغير يعني ايه يعني انا قد اكون مسلا برسم بمقاس رسم واحد الى عشر عشان نفرق ما بين المقاس اللي هنتكلم عليها بعد كده لما تيجي مسلا بنقول عشرة سنطي عشرة سنطي في الطبيعة برسمهم على الخريطة بواحد سنطي ما ده مقاس رسم ايه كبير ولا صغير ده كده مقاس رسم كبير طب لما اجا اقول مثلا كل متر او كل عشرة متر ده كنت بتكلم على عشرة سنطي بيمثلهم واحد سنطي على الخريطة طب لما اجا اقول كل عشرة متر كل عشرة متر بيمثلهم واحد سنطي على الخريطة هنا انا بتكلم على ايه مقاس رسم كبير ولا صغير صغير يعني بالمنطق العكس لو اخدها بالمنطق يبقى العكس المقاس رسم الصغير اللي هو العشرة سنطي بيسويهم او بيعدلهم واحد سنطي على الخريطة ده مقاس رسم ايه? كبير. طب لما اقول عشرة متر متة متة واحد كيلو مسلا كل واحد كيلو متر بيمثله على الخريطة واحد سنطة. قد تجد في بعض الخرائط دولة مسلا زي دولة مصر تيجي مسلا تلاقيها كل ما تشغله من الاطلس مسلا وليكن سنطة او اتنين سنطة. ده معناها ايه? ان مساحة مصر كلها او مقياس الرسم اللي مرسون به مقياس رسم ايه? صغير. وبالتالي مثلا بنتكلم ان كل مثلا اه ميت كيلو متر مربع بيسويهم وليكن واحد سنطة على الخريطة. ده الفرق فيه المقياس. تم اقول مقياس رسم صغير او مقياس رسم ايه? كبير. هو هنا بتكلم عن الخريطة الجيودسية اللي بترسم للقارات والدول. وبتأخذ في الاعتبار كروية الارض نظرة اللي مساحتها الكبيرة. بترسم كمان بمقياس رسم ايه صغير جدا. فممكن تلاقي كل مليون متر مثلا مربع على الخريطة الجيودسية بتلاقي بيمثل ايه? واحد سنطة او مرسون مساحته واحد سنطة في واحد سنطة. يعني واحد سنت متر مربع على الايه? على الخريطة. يبقى كده عرفت تعريف الخريطة الجيودسية بتستخدم ازاي? مقياس الرسم المستخدم لها بيكون مقياس رسم ايه صغير ولا كبير? طبعا مقياس رسم ايه صغير. طيب ليون اين ايه؟ في الخريطة المساحية المستوية؟ وهي تعمل طبعا هتكون عكس لهي الجيودسية. هي تعمل للمسطحات الصغيرة اللي هي الصغيرة. مع اهمال كراوية الارض. اي انها بتعتبر ان الارض ايه؟ an الارض مستوى. الخريطة المساحية عكس الخريطة الجيودسية. لكي ترسم قارات والدول وزي ما تكلمنا طيب الخريطة المستوية العكس بتاعها يبقى انت ما تيجي تجاوب في الامتحان تقدر تفرق ما بين الخريطة الجيودوسية والخريطة المستوية من خلال استخدام الخريطة هنا بيقول لي ايه هنا بيقول لي مع اعتبار او اهمال في الخريطة المستوية اهمال كروية الارض ليه لان طبعا الخريطة المستوية بترسم لمساحات صغيرة زي ما هنشوف كمان شوي عكس الخريطة الجيودوسية اللي ترسم ليه مساحات كبيرة الجيوديسية باعتبر او باخص في الاعتبار كروية الارض نظرا لكبر الخريطة او المساحة اللي بترسمها اما المستوية باهملها لانه قد تكون انا مثلا بشتغل على خريطة لجزء صغير زي مدينة او حي من الاحياء كروية الارض فيه مش هتبان اوي وبالتالي مش هتفرق كتير موجودة معايا الفرق هيكون حاجة بسيطة خالص وبالتالي بنهم الكروية الارض في الخرايط المساحية المستوية هنا الخرايط المستوية بقى المساحية المستوية دي بتنقسم الى اكتر من نوع زي ما احنا شايفين كده مع بعض الخرايط المساحية المستوية بتنقسم الى واحد الخرايط التوبغرافية رقم اتنين خرايط الارياف وتسمى خرايط فك الزمام ده طبعا الاسم المشهورة به او متعرف عليه في الاعمال المساحية بعد كده خرايط المدن واخر حاجة او النوع الرابع اللي هو الخرائط التفصيلية ويسموها كيدسترال يبقى أنواع الخرائط زي ما تكلمنا في البداية أنواع الخرائط بشكل عام قلنا أن هي نوعين خرائط ديودسية وخرائط مستوية جينا هنا نتكلم عن الخرائط المستوية بتنقسم أصلا كمان إلى مجموعة أو بتتم تفكيكها إلى مجموعة خرائط صغيرة أنواع صغيرة من أو داخل من خلال الخرائط المستوية زي الخرائط الطبوغرافية هنعرف كل نوع دلوقتي بيستخدم إزاي وبترسم مقاس رسمه عامل إزاي بعد كده خرائط الأرياف وتسمى بخريطة فك الزمام بعد كده خرائط المدن وطبعا من الإسم باين وزي ما هنا الأرياف يبقى أكيد هنا هتبقى المساحات صغيرة أما خرائط المدن طبعا هتكون أكبر شوية وإن كانت كلها بتتبع الخرائط المستوية وهنا خرائط التفصيلية اللي هي بتوضع بتكون أكثر تفصيلة أو حاجة كده بتعمل زوم على منطقة معينة من مثلا مدينة أو قرية بنسميها الكيدسترال أو خرائط التفصيلية طيب بعد ما تكلمنا عن أنواع الخرائط المستوية هنتكلم عن كل نوع لوحده هنا بيتكلم أو بيعرف الخريطة الطبوغرافية وبيقول أن هي خرائط للمحافظات والمراكز والقرى وما تحتويه من جبال وأنهار وخرائط وخرائطها ذات من الكاس الرسم طبعا بيكون متوسط لأنها بتتبع رسم لمدن ومراكز وأحيانا انتظر على هذه الخرائط خطوط حمراء بنسميها خطوط الكنتور لبيان الارتفاع والانخفاض طيب هنا الخرائط الطبوغرافية دي بيقول أن هي بتستخدم في رسم المحافظات والقرى والمراكز طيب وإيه كمان بيكون موجود فيها في الخرائط دي طبعا بما تحتويه من أنهار ومعالم أين كانت وطرق وكلام زي كده طيب الجزء بقى المهم فيها أنه بيقول لي فيه خطوط حمراء بتكون موجودة على الخريطة دي الخطوط الحمراء دي بتسمى خطوط الكنتور يبقى خطوط الكنتور دي عبارة عن خطوط حمراء بتكون موجودة على الخرائط الطبوغرافية بيستخدمها في ايه أو الخرائط الخطوط الكنتور دي بتوضح ايه أو بتستخدم في ايه الهدف منها بتبين أو توضح نقاط الارتفاع والانخفاض في المنطقة المرسوم لها الخرائط الطبوغرافية يجي النوع آخر اللي هو الخرائط التفصيلية أو الكيدسترال زي ما بنسميه هنا تعرفها بيقول أنها خرائط توضحية تفصيلية للخرائط التوبغرافية لبيان ما تحتويه من حدود ملكيات ومباني وطرق وماء وخرائطها ذات مقاس رسم كبير وتنقسم إلى ولكن قبل ما تنقسم عاوزين نوضح الجزئية دي بشكل من أو مزيد من التفصيل لأن هنا اتكلم عن الخرائط التوبغرافية وهي لأنها بتترسم للمدائن للمدن والقرى والمراكز طيب يعني هي خريطة انا محتاج اعمل خريطة لمركز او مدينة من المدن وليكن مثلا زي القاهرة او اسكندرية وليكن يبقى انا مقاس الرسم اكيد هيكون برضو مقاس الرسم صغير بس احنا بنقول انه متوسط مش زي طبعا الخريطة اليودسية هينقل الواقع اللي موجود في محافظة من المحافظات لخريطة تكون في ورقة واحدة زي الايه فور مثلا احنا بتستخدمه طيب بحيث ان انا ابص على المحافظة كاملة طيب انا باستخدم ايه هنا باستخدم خريطة طوبغرافية طيب لما يكون بقى عاوز اعمل اصبط كده او او زوم على منطقة محددة عشان اكبرها وابدأ بقى اتكلم في الشوارع اللي موجودة او الاحياء اللي موجودة داخل المركز ده او داخل القرية دي او داخل المدينة دي يبقى انا كده هحتاج نوع اخر من الخرايط اسمه خرايط الايه الكيدسترال يبقى الكيدسترال دي وظيفتها ان هي بتوضح بتوضح ما تحتوي عليه الخرايط التوبغرافية يبقى هي بتستخدم لتوضيح معالم او ما تحتوي عليه او ما جاءت به الخرايط اللي ايه التوبغرافية هي دي اللي هتعمل زوم على بعض المناطق من اللي جات فين او من الخرايط التوبغرافية الخرايط التوبغرافية كبيرة جات رسمة مدينة كاملة او مركز من المراكز او هاتى قارية من القرية على ورقة ايه فرزة الورقة اللي بنستخدمه. وقال ان دي خريطة القرية الفلانية او الحي الفلان. طب انا بقى محتاج اعمل اصبطة على جزء معين. او محتاج اعمل زوم كده على منطقة معينة عشان اوضح الشوارع والمناطق قد يكون فيها خلاف او ايا كان من الشغل اللي هو شغل الاحياء في المنطقة المعينة. يبقى هو هيكده هيلجأ لنوع من الخرايط توضح الخريطة دي اسمها خرايط اللي هي الكيدسترال. طيب الخرايط الكيدسترال نفسها اللي هي توضحية للخرايط التوبغرافية لها بعض انواع بتنقسم الخرايط الكيدسترال دي لمجموعة انواع تعالوا نشوف مع بعض بتستخدم ازاي وايه هي. هنا عندي خريطة اسمها خرايط المدن. بنا كده بتكلم عن الخرايط التفصيلية او الكيدسترال. انواع بتستخدم او موجودة من انواع الكيدسترال. اول نوع حاجة اسمها خرايط المدن. اه بيقول لي ايه هنا بقى? وهي تبين او توضح حدود المباني والشوارع والاراضي الفضاء واراضي البناء. هو ده بقى الزوم اللي انا اتكلمت مع حضرتك عليه من شوية. خريطة الكيدسترال وضحت وعملت زوم على منطقة او حي من الاحياء. قالت ان الجزء ده فيه حي كزا وحي كزا. طيب انا بقى محتاج اعرف الشوارع دي. موجودة فين? جوه الحي ده. يبقى انا هلجأ لين? لحاجة اسمها خرائط المدن. يبقى خرائط المدن بتوضح حدود المباني تبدأ بقى تقول لي اه المبنى ده واقع في الجزء الفلان. او الشارع ده موجود في المنطقة الفلانية. في الجزء الفلان يتقطع شارع كزا مع كزا. وكمان لو انا عندي منطقة فضية بيقول لي المناطق او الاراضي الفضاء واراضي اللي ايه? اراضي البناء. ما انا لو عندي ارض فضية وعايز اعرف حدودها طلعوا عرضها وجرانها. اجيب الكلام ده من خرائط المدن اللي هي بتوضح بتكون موجودة فيه خرائط الكدسترال اللي هي اصلا تابعة الحاجة اكبر اللي هي خرائط اللي هي التوبغرافية. طيب نشوف كده نوع اخر حاجة اسمها خرائط الارياف وتسمى او بيطلق عليها فك الزمان. يعني فك الزمان اللي هي الخريطة اللي تبين او بتستخدم في تبيين او توضيح حدود الملكيات الزراعية ومناطق السكن هي طبعا بين زمان يعني بتتكلم في ارض زراعية او مناطق سكنية بتفصل بتقول ان قطعة الارض الزراعية دي بداية كزا المجرى المائي بتاعها او المصرف او المروة بتاعها بيبدأ من المكان الفلاني ينتهي في المكان الفلاني بتوضح كل مجتملات او كل الحدود الخاصة بالملكيات الايه الملكيات الزراعية وكزلك برضو مناطق الايه السكن يبقى ده خرائط المدن وخرائط الارياف انواع من انواع الخرائط الكيدسترال عندي استعمالات الخرائط او انا بستخدم الخرائط التفصيلية انا كنت بتكلم طبعا في البداية عن استخدام المساحة بشكل عام وانها تلات نقاط هنتكلم عن استعمال الخرائط التفصيلية اللي هي بتوضح او بقى دي لها استعمالات اول حاجة حدود ملكيات الاراضي الزراعية والعقارية طبعا ما احنا قلنا ان الخريطة التفصيلية دي هي اللي بتفصل او هي اللي هتوضح ان قطعة الارض الزراعية او العقارية دي طولها كزا وعمقها كزا تتبع لفلان او محصورة ما بين طريق ومجرى مائي يبقى انا بجيب الطول واجيب العرض والاساس بتاعها اللي هي نقطة الربط او الركن اللي موجودة واللي ببدأ منها بقول ان هي بتقع ما بين مجرى مائي مثلا وطريق عمومي وببدأ بعد كده احدد الكلام ده موجود فين في الخرائط التفصيلية استعمال اخر من استعمالات الخرائط التفصيلية خلي بقى عشان تتيجي في الامتحان اذكر استعمالات الخرائط التفصيلية او اكمل فيما تستخدم او تستعمل الخرائط التفصيلية فيه نقط ونقط ونقط او ممكن يجيبها في صح وخطأ وتبدأ بعد كده بيحتاج منك الاجابة لازم تكون طبعا عارف الاستعمالات بتاعت الخرائط التفصيلية نوع التاني او الوظيفة الاخرى من استعمالات الخرائط التفصيلية بيتحدد طبعا الضرائب المستحقة على الاملاك والاراضي الكلام ده طبعا بيبن هلجأ لي الخرائط التفصيلية هي اللي هتقول لي ان فلان بيمتلك قطعة ارض وليكن مثلا ايه حضرتك بتقول انا بيمتلك لا فدان بس او فدان ونص الخرائط الخريطة المساحية او العمال المساحة بتوضح او بتقول لا انت عندك اكتر من كده وبالتالي هتحتاج انك انت تدفع ضريبة على الارض دي بقيمة كذا مش بالقيمة اللي حضرتك اتكلمت عليها يبقى هنا هنالجأ ليمين للخريطة التفصيلية اللي هي بتحدد الضرائب المستحقة على الاملاك والاراضي استعمال اخر تنقسيم الاراضي والملكيات وتعدلها لما يكون عندي قطعة ارض كبيرة والدولة مثلا بصدد تملكها للشباب او تأسيمها لمشروعات طبعا بلجأ لي الخرائط التفصيلية عشان تبدأ تأسن الاراضي والملكيات وتقدر تعدل القطعة الفلانية مع القطعة الفلانية بطولها او عمقها عشان اقدر احقق في الاخر مستوى واحد او شكل جمالي مطلوب في عملية التنظيم او التأسيم معني كده تعتبر كاساس بيع وشراء الاراضي اه اكيد ما انا طبعا لما المشتري هيجي اشتري قطعة ارض محتاج على الاقل يعرف حدود قطعة الارض بتاعته طولها او عمقها او طولها او عرضها وكمان محتاج يعرف الجيران بتاعها وكل جار له قد ايه ومثلا لو فيها مجرى مائية او وقاعة على طريق او غيره يبقى هي بتديله اه بيان لما تحتوي قطعة الارض من معالم سواء اه معالم اه اه كاميراوي او اه جيران او طرق يبقى هي كده محتاج اه اه الخريطة التفصيلية وبيلجأ للخريطة التفصيلية عشان يقدر يبيع ويشتري تستخدم فيه المنزعات القضائية اكيد لما يكون طبعا فيه مشكلة ما بين احد الجيران او ملاك لقطعة ارض معينة لما بيكون فيه نزاع ما بين الجار والاخر طبعا بحتاج الخريطة التفصيلية هي اللي هتقدر تفصل فيه الاخر في المنزعات القضائية وتقول ان فلان بينتلك قطعة ارض طولها كذا وعرضها كذا بيحدها من الجانب الشرق مثلا كذا ويحدها من الجانب الغربي طريق او مروى مائي يبدأ الكلام ده بيكون موجود في الخريطة التفصيلية عشان هي بتوضح كل المعالم اللي بتحتوي عليها ليه قطعة الارض بيقول لي كمان فيه تستخدم او تستعمل فيه التخطيط النهائي للمشروعات عشان بتقول لي بعد كده خلي بالك ان كان هنا اعمل حسابك ان فيه طريق وبالتالي لا تتعدى حد الطريق اللي موجود والعرض بتاعه او لو بتكلم على مجرامي او اه مزعم اه انشاء كذا في منطقة او مصنع فيه المكان هيكون مجاور للمنطقة اللي حضرتك شغال فيها يبقى هي كمان بلجة للخريطة التفصيلية عشان بتديك بيان اللي قد ينتج بعد كده او الاعمال الانشائية او الهندسية اللي هيتم انشاءها بعد كده بعد انشاء المشروع الخاص بيك طبعا كنا بنتكلم على الاستعمالات للخريطة التفصيلية هنا هيتكلم على مقاس رسم الخرائط المساحية الخرائط المساحية الجيوديسية لكنك ننتكلم عن خريطة الجيوديسية اللي كنا بنتكلم فيها في البداية بنقول ان الخرائط الجيوديسية بفكرك وبنفكر بعض بترسم ليه القرات والمدن والمساحات الايه المساحات الكبيرة مع الاخذ في الاعتبار كروية مين كروية الارض. شوف هنا بيقول ايه? بيتراوح مقياس رسم الخريطة ما بين خمسين واحد الى خمسين الف او واحد الى كام الى اتنين مليون. يعني ايه اتنين مليون? يعني اتنين متر. هنا بقى مقياس الرسم ده. نقول عليه نقدر نقول عليه كبير ولا مقياس رسم صغير يا شباب? مقياس رسم ايه? صغير. طب ليه مستر ده الرقم كبير? اه عشان عايز اقول لي حضرتك ان كل لو لكزت كده فيه الرقم اللي مكتوب واللي بتكلمنا عليه? نور بيقولك بيتراوح من واحد صنطي الى خمسين الف صنطي. خمسين الف ايه? متر ااسف خمسين الف متر. بقى كل خمسين الف متر بيسويهم الكلام ده على الطبيعة بيسويهم على الطبيعة واحد صنطي متر مربع. يعني ايه بقى? يعني ممكن تلاقي مثلا حي مدينة كاملة مساحيتها خمسين الف متر تلاقي مثلا على الخريطة واحد صنطي في واحد صنطي. وبيش كده بس ده كمان قالك ايه? من واحد الى خمسين الف الى او واحد الى اتنين مليون متر مربع يبقى كل اتنين مليون متر مربع تخيل الرقم بيسوي على الخريطة واحد سنطي في واحد سنطي ما انتهينا وفكرك باللي فات واللي اتكلمنا عليه في بداية الحلقة ان بتتكلم عن خريطة جيو دي سي اللي هي بتستخدم فيها شباب تستخدم لرسم القرات والمدن فانا برسم في قرة قرة زي قرة افريقيا شباب تحتوي على كام دولة وكم دولة دي كل دولة مسيحيتها ادي فلما اجرسمها انا محتاج بمتلاس رسم ايه صغير بقى ولا كبير يبقى كده متلاس رسم ايه صغير جدا المليون واللي اتنين مليون متر بيسويهم واحد سنطي على الطبيعة عشان اقدر ارسم المدن دي واجمعها كلها في ورقة مثلا ورقة صغيرة زي مثلا ورقة الايفور اكون معايا ورقة عليها موجود عليها كل المساحات الخاصة بالدول اللي وقعها فيه كرة معين وهنا قال لك ايه مع اعتبار كروية الارض يبقى انا هنا رجعت المقطة مقياس الرسم مقياس الرسم رقم كبير ولكن بتقال عليه مقياس رسم ايه صغير على عكس ما نشوف كمان شوية فيه الخرايط التفصيلية نشوف مع بعض كده نرجع تاني اهو ونستكمل هنا مقياس رسم الخرايط اللي ايبقى التوبغرافية اه خرايطة التوبغرافية كنا قلنا بتترسم ليه تترسم لمدن برضو لمدن ولكن مش للقراءة المدن والمراكز والقرى طيب وعشان هتيجي بعد كده خرايط تانية اللي هي الكيدسترال وخرايط المدن الخرايط التفصيلية او فك الزمام بتتكلم عن الخرايط التفصيلية فبيقول هنا قد يكون او قد يصل مقياس الرسم بتاعها طبعا يكون مقياس رسم متوسط يتراوح بين واحد الى متين او خمسة وعشرين الف اهو شوف يبقى كل خمسة وعشرين الف متر بيسويهم كام يسويهم او يعادلهم واحد سنتي على الطبيعة يعني انا لو جيت استكده اه مثلا مدينة من المدن مرسومة على خريطة توبغرافية واستطولها في عرضها مسحتها على الخريطة لقيتها مثلا اتنين سنتي متر مربع يبقى مساحة المدينة دي كان في الطبيعة لما ارجعها بقى المساحاتها الطبيعية خمسين الف متر مربع اه بيقول لي من واحد الى خمسة وعشرين الف الى واحد الى ميت الف يعني تاني بنفس المثال لو قست مساحة مثلا اه بتاع دولة من الدول او منطقة من المناطق مرسومة بالخريطة التوبغرافية وجيت استع على الخريطة فلقيت مساحتها اتنين سنتي يبقى ارجعها بقى للطبيعي بتاعها يبقى انا عرفت ان الدولة دي على طول اوتوماتيك مساحتها كام هنا بتكلم واحد الى ميت الف يبقى مساحتها ميتين الف متر مربع ليه لان انا طبعا عرفت ان كل سنتي على الخريطة بيساويه ميت الف سنتي طيب مقياس رسم خرايط المدن هنا بيتكلم عن مدن فهيكون بيوضح الخرايط اللي ايه التوبغرافية زي ما قلنا كمان شوية هتيجي خرايط كمان فكز زي ما هتكون اقل شوية من دي يعني المقياس بتاعها اكبر كرقم ولكن بتال عليه ايه صغير طيب مقياس رسم خرايط المدن اه بيكون مقياس الرسم من كام من واحد الى خمسمية او واحد الى كام الى الف يعني كل 500 متر مربع بيساويهم واحد سنتي على الطبيعة او كل الف متر مربع في الطبيعة بيساويه واحد سنتي على الخريطة مقياس رسم خرايط الارياف او فك الايه فك الزنام ما تنساش ان انا قلت ان خرايط الارياف خرايط بتوضح او الخريطة اللي بتعمل زوم على منطقة معينة وبالتالي بيكون مقياس الرسم بتاعها ايه بيكون مقياس الرسم بتاعها هنا كبير ولا صغير بواحد الى كام الى 2500 واحد الى 2500 بتعمل زوم على منطقها معينة طيب نجي بان نشوف البي قياسات طولية ومساحية هامة رغم كل المساحات اللي طبعا اتكلمنا عليها في الخرائط واتعرفنا على انواع الخرائط خرائط مساحية طبعا انواع الخرائط اتكلمنا عن الطبوغرف الجيوديسية الاول ثم المستوية ثم بعد كده اتكلمنا عن الخريطة المستوية عرفنا عن ايه خريطة مستوية بعد كده اتكلمنا عن انواع الخرائط المستوية وبعد ما اتكلمنا عن انواع الخرائط المستوية اتكلمنا كمان عن المقييس الرسم الخاصة بكل نوع واستخدامات كل نوع وقولنا ان انا عندي حاجة كبيرة خالص حاجة بترسم او بتترسم لمكان كبير محتاج بعد كده اعمل زوم على مناطق بشكل طبعا اكبر ثم اصغر ثم اصغر ثم اصغر ثم اصغر الاصغر ده اللي هو بيعمل توضيح كبير لمنطقة محددة ده طبعا خرايط بنسميها خرايط فك الزمام او خرايط المدن بتكون مكاسر رسمة تاعها كبير او صغير في الرقم ولكن هو كبير في المساحة عشان يدي اكثر توضيحا بحتاج الكلام ده لما اكون عاوز اعمل زوم او اعرف فين مكان الشارع الفلاني او قطعة الارض الفلانية حدودها طولها وعرضها او عمقها الكلام ده كله بتوضحه الخرايط المستوية بشكل عام وان كانت خرايط فك الزمام هي اللي بتلقي الضوء او بتعمل زوم على منطقة معينة للأسف الوقت معاكم انتهى بسرعة وبأمر الله ان شاء الله نوعيدكم ان احنا نستكمل مع بعض باقي الحلقات عشان نكمل بعد كده القياسات او المقييس المساحية المستخدمة في اعمال المساحة عشان نقدر نعمل وصل ما بين الحلقتين وعناصر المادة في مادة المساحة على امل بأمر الله تعالى ان احنا نوصل بكم ببر النجاح شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم شكرا لكم